الكرام نحن الآن متواجدون مباشرة من مقر حزب جبهة تحرير الوطني في الجزائر العاصمة في هذا النشاط الذي ينظمه الحزب إشراف الأمين العام للحزب السيد عبد الكريم بن بارك هذا النشاط ربما حول التنشيط السياسي الشباني تحضيرا للحملة الانتخابية تحسبا لرئاسيات السابع من سبتمبر وكما قلت يحضر معي الأمين العام لحزب جبهة تحرير الوطني السيد عبد الكريم بن بارك سيدي مساء الخير شكرا السلام عليكم أهلا بكم في مقر الحزب العتيب وأهلا بقناة النهار ومزيد من تألق سيد الأمين العام ربما نحن على بعد أيام قليلا من انطلاق الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع من سبتمبر 2024 هذه الرئاسيات المسبقة التي أعلنها عنها رئيس الجمهورية حزب جبهة تحرير الوطني كان قد أعلن عن دعمه لرئيس الجمهورية من أجل عهدات ثانية اليوم ما هي آخر مستجدات التحضيرات في مقر حزب جبهة تحرير الوطني وعلى مستوى الحزب أولا كما تعلمون أن بعد ما أعلن الرئيس على تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 يعني 7 سبتمبر 2024 وهذه حقه الدستوري قمنا بتنصيب اللجنة الوطنية لتحضير للرئاسيات هذه اللجنة إن بثقت عيلها عدة لجان من بينها اللجنة التي قامت بالمهم منتحها هي لجنة جمع الاستمارات انتهت مهم منتحها وذابت في اللجان الأخرى هناك لجنة الإعلام لجنة الرقمانة والإحصاء لجنة لوجستيك يعني كذاك لجنة التعبئة هذه اللجان كلها تسقط على المحافظات وعلى القسمات نفس الشي قمنا بإطلاق قافلة المرأة للانتخابات وكان لقاءاً تاع المرأة الخميس للإفات هاليوم نقوم بتنصيب اللجنة الوطنية للتنشيط السياسي متكونة غير من شباب كلهم شباب ستنصب اليوم بإذن الله بحضوركم جميعاً طبيعاً وهذه اللجنة ستنبثق عليها اللجان فرعية ومكاتبها في نفس الوقت ستنصب اليوم لجنة منطقات شبانية وطلبة وكل الفئات التي انضمت إلى دعم ومساندة السيد المترشح عبد المجيد تبون سيد الأمين عام ربما الجميع يعلم ويعي دور الشباب في المجتمع وكذلك هم أكبر فئة في المجتمع اليوم الأفلان يستهدف فئة الشباب من أجل التعبئة والتجنيد للحملة الانتخابية لصالح المترشح الحور عبد المجيد تبون كيف يتم التحذير لهذا؟ أولاً نقول لك بكل صراحة لابد الإنسان أن يكون متفتح لابد من تكوين طبقة سياسية من الشباب ومن الإطارات الله يبارك رأينا نصخر بشباب حوالي 70% أو 75% بعد انعقاد المعتمر 11 خارجنا بلجنة مركزية مكونة من إطارات وكوادر حزب جبهة التحرير الوطني ونسبة تقريب 50% إلى 45% من الشباب والشابات أو تقريب 50% بين الشباب والشابات هم أعضاء لجنة مركزية لعلمك أن أصغر عضوة في اللجنة المركزية زيدة في 92 وكذلك هناك شاب هذا يعني شباب صغار هؤلاء انخرطوا بقوة صفوة جبهة التحرير الوطني والآن موجودين على مستوى اللجان اللجان المؤقتة على مستوى الولايات وموجودين في كل مكان لما تفتح المجال للشباب وتشجحهم وتعطيلهم الحرية وتخليهم يبدعوا يديرون مستحيل وهذا ما لاحظته أنا شخصيا لما أعلنت في أول ندوة صحفية على الإنخراط الإلكتروني فكانت هيبة من الشباب المثقف والإطارات ذوي الإختصاص في هذا الميدان من مهندسين قاموا بعمل جبار وبدون مقابل تطوعا لجبهة التحرير الوطني الجبهة الذي نضل فيها أبائهم وأجدادهم كذلك كل واحد يدير السياسة عنده طموح أترك الطموح لشباب لازم لازم تكوين طبقة من الشباب لمواجهة الصعاب لرهيجيتنا لازم فتح المجال لهؤلاء جميعا وأنا من هذا النوع أنا سأشجع الشباب والشابات هذه قناعة شخصيا لأن جبهة التحرير الوطني ما هيش ملك لأي شخص بيحتكرها ولهذا هناك إطارات شباب من دكاتر وحتى لعندهم مستوى محدود فهم إطارات شباب عقائديين يريدون كذلك أن ينشطوا في هذا الشباب ولهم طموح هؤلاء جميعا يرافقهم كواضر من حزب جبهة التحرير الوطني ذوي الخبرة والمعرفة وتجربة كذلك ها اليوم رح نشوفوا أن التنصيب اللجنة الوطنية للتنشيط السياسي مكون كلها شباب بعد المرأة هنرجعنا اليوم للشباب ومبعد تنصب لجان فرعية والمكاتب انتحى وهذه ستسقط على كل المحافظات والقاسمات الموجودة على المستوى الوطني للعمل بجد ورص الصفوف وتكوين جبهة قوية لتصدي أولا لنجاح لنجاح الرئاسيات لأنها محوارية في هذا الوقت كذلك لإعطاء درس لكل من يسيء لهذا الوطن كذلك التعبية والتعويات تعبية والتوعية الناس الشعب للخروج لسناديق الاقتراع ويحط الورقة ورقة التصويت كما يحب هو لا يجعل المكان فارغ عدنا ثلاث فرسان أنجبتهم الجزائر كين شا سيد أو شيش يوسف جبهة القوى الاشتراكية كين عبد العالي حساني الشريف حمس وكين المطرشح الحر عبد المجيد تبون هؤلاء أبناء الجزائر فليتنافس المتنافس جبهة التحرير الوطني أخترت من بين هؤلاء أخترت الفارس اللي تمشي معه وهو سيد المجيد وهو سيد المجيد تبون إذن نحن كل واحد كفارها ويشوف القناة عن تعاون يمشي ولكن مهما كانت أنهم أبناء الجزائر هذا فليتنافس المتنافس وتكون صورة حقية على الانتخابات لتعطي الدرس للأبواق الذي تتكلم على هذا الوطن وعلى أبناء هذا الوطن وعلى شباب هذا الوطن شكرا جزيلا سيد الأمين العام على هذا التدخل المباشر على قناة النهار جديرم بالذكر زميلي بلال إلى أن المحكمة الدستورية لازالت لحد الآن تدرس الملفات من أجل الإعلان عن القائمة النهائية في أقل من أسبوع بعد الآن وبعدها تنطلق الحملة الانتخابية لكل المترشحين وفرسان رئاسيات السابع من سبتمبر إليك الخط زميلي بلال شكرا جزيلا لك محفوظ وشكر موصول لضيفك الكريم إذن نتقل وإياكم تابعين إلى الأخبار المحلية